السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا لطيف الطف بي في كل أموري كلها والطف بي فيما نزل ربي غير حالي لأفضل حال وارزقني من حيث لا أحتسب رزقاً واسعاً عاجلاً يا الله جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 30 حزيران يونيو طبعاً القمر اليوم موجود في برج العقرب في ساعات العصر بده ينتقل لبرج القوس طبعاً اليوم يعني شوي أخف من يوم أمس من الضغطات اللي واجهناها والضغط الكبير اللي كان موجود على الجميع من ناحية نفسية أو من ناحية مالية من ناحية عصبية من ناحية التوتر اليوم الأجواء بتبلش تتحسن من ساعة الظهر بشكل واضح طبعاً زي ما حكينا القمر موجود الآن في برج العقرب في ساعات العصر بده ينتقل لبرج القوس اليوم وأغلب اليوم رح يكون القمر موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعاً رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية ساعات مساء يوم الجمعة القمر زي ما حكينا من الآن ولغاية ساعات العصر موجود في برج العقرب عشان هيك بتضل الفترة هاي يعني فيها نوع من أنواع التطرف في تصرفاتنا من نحبه بشدة أو من نكرهه بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وضع الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل العلاقة بأوراق أو معاملات أو شركات التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم أو أمور تتعلق بالعقارات شراء بيت استعجار أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتحدث عنها هي زاوية التثليث الإيجابية بين الشمس وبين زحل وأنه هي تأثيراتها من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 طبعاً ذروتها يوم 29-6 كانت اللي هو يوم أمس هي بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمتابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب برضو بتساعدنا على النجاح بدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق نجاح في العمل أو بعلاقاتنا مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هذه الزاوية طبعاً تأثيراتها من يوم 29-6 وليوم يعني بتستمر لغاية يوم 3-7 ذروتها يوم 1-7 الساعة 7 و10 دقائق صباحاً بتوقيت جرينتش بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من ملة للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية تدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول برضو يعني بعطي نوع من أنواع الفترات المناسب لاتخاذ قرار على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوة اللي بتمنحنا ترقي في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعاوة القضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس منفصلة ما بين نبتن وما بين بلوتو قلنا أن هاي تأثيراتها من يوم 28-6 ليوم 12 هي زاوية منفصلة ولكن تعطي تأثيرات بتسبب عودة وضعية أو حدث أو شخص قديم برجع على الساحة بيدعم من وضعنا بشكل إيجابي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلوية اللي بين المريخ وبين أورانوس وهاي ذكرناها من يوم 17-6 إلى يوم 5-7 وذكرنا عن أحداثها وعنفها وقلنا أنه ذروتها يوم 26-6 ستة الساعة يعني كانت في ساعات الصباح هاي بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتجعلنا غريبين الأطوار وعنفين بتسبب لنا شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعاف وعدم القدرة قلنا يوم 17-6 في حلقة 17-6 ويوم 26-6 أنه هاي الزاوية بتدل على وقوع حوادث مفاجئة وتفجيرات وأمور إلها علاقة بالزلازل تمرد الإنقلاب العسكري قتل أحد القادر الكبار مظاهرات وضربات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهذه تأثراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعا ذروتها يوم 1-7 في تمام الساعة 5 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية بتعطينا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بتزيد من قدرتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات النجاح الأدبي مشاريع حالية برضو بتعطينا دفع فيها منركز على جهودنا وأهدافنا المحددة ولكن اللي عنده سفر أو صداقاتنا علاقاتنا الاجتماعية والعلاقات الزوجية بدها بعض الحذر أثناء الحوار والنقاش من العصبية وأثناء السفر نتفقد أمتعتنا وأوراقنا وبرضو نكون جاهزين أنه ما نتأخر لأنه ما في داعي للمفاجآت أثناء السفر كالغاء أو تأخر عن السفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 تأثيرتها ذروتها يوم 1-7 في تمام الساعة 10 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذه الزاوية بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقاء بالنفس التسامح ميلنا لحسن التصرف وبرضو هذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق نجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي من يوم 24-6 ليوم 14-7 طبعا ذروة هذه الزاوية يوم 2-7 ساعة 22 و 33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 ليوم 14-7 طبعا ذروتها يوم 19-6 كانت ولكن مستمرة بتأثيراتها لـ 14-7 بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وبتعطينا سعادة مادية هذه فترة مناسبة للاستثمار وقتنا ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون تأثيراتها المباشرة فعنا زاوية مستمرة من الآن وحتى ظهر يوم الجمعة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الزهرة وإنه هاي أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وعملنا للفوضى والتقلب وبتخلي في عنا نوع من أنواع الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية حاولوا أنك تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين بشكل كبير دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس وهي يعني بتبلش يعني ذروتها ساعة 12 و22 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة ويعني تأثراتها من الآن وحتى عصر يوم الجمعة زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هذه بتخلقنا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبرضو بتجعلنا سريعين التأثر وعنيدين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن يتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين المريخ وهاي تأثيراتها يعني ذروتها الساعة 4 و 5 دقائق صباحا من صباح اليوم الجمعة ولكن تبدأ تأثيراتها من مساء اليوم يعني من تقريبا نقدر نقول من الآن وبتستمر حتى عصر يوم الجمعة هذا الاتصال بخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب يعني أهم شي ضبط الأعصاب بسبب هاي الزاوية وخصوصا أثناء الحوارات مع النساء وبرضو هاي الزاوية بالضر بصحتنا وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 28.6 إلى يوم 2.7 طبعا ذروتها يوم 30.6 واللي هي اليوم الساعة 26.23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج الزاوية هاي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة لها العمل الفكري والمقاومة الجسدية من نتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية وقلنا أنه هاي الزاوية بتركز أو بيركز الصحافة على وسائل الإعلام ووسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزعات المحافظة للبلاد كما أنها بتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم وأمو أسسات الدولة والتجارة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي طبعا تاثيراتها ذروتها ساعة 10.57 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الجمعة تاثيراتها بتبدأ من منتصف ليلة الخميسة على الجمعة وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وبرضو تعطينا بوقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للعمل المسرحي والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهذه الزاوية طبعا آخذ زاوية قبل خلو المسار هي بتكون ذروتها ساعة 22 دقيقة عصرا من عصر اليوم الجمعة بيبدأ تاثيراتها من صباح يوم الجمعة وبيستمر حتى مساء يوم الجمعة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وبتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام ساعة 2259 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2259 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش القمر خلاص بنتقل وباستقر في برج القوس عشان هيك بنشعر بالابتهاج بنجد الناس أكثر مرحا بننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما بيزيد عنا احتمالية الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع نقتراض المال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا الحدث اللي رح يصير بعد كل هاي الزوايا اللي هو تراجع كوكب نبتون في برج الحوت في تمام الساعة 9 و 5 دقائق من مساء اليوم الجمعة رح يبدأ تراجع كوكب نبتون اللي رح يبدأ في التراجع زي ما حكينا اليوم ورح يستمر لغاية يوم 6-12 الساعة وحدة و 22 دقيقة بعد الظهر من يوم 6-12 طبعا كوكب نبتون معروف عنه نهو كوكب الأحلام والأوهام والإلهام الفني في فترة تراجعه نشعر ببعض المخاوف اللي ما منعرف مصدر مقنع بالنسبة لإلها وبتزداد المشاكل اللي منواجهها من فترة لأنه من نجد إنها بتبلش تتكاثر بالفترة هاي وبصير عنا يعني بدل ما إنه إحنا نعمل على حلها بنتهرب منها أو حتى ممكن إنه نجاهل وجودها قسم من موليد برج الحوت لأنه هو كوكبهم الأساسي بيخلقوا لأنفسهم عالم واهمي بعيد عن أرض الواقع وممكن ينجر في البعض منهم وراء المسكنات أو المهدئات أو الكحوليات أو حتى الهروب من الواقع كله وبتظهر لدى البعض أيضا علامات المخادعة والتغرير بالغير طبعا هاي في جميع الأبراج ولدى البعض الآخر علامات الجبن فبيخشوا المجابهة والمواجهة وبيتخلوا عن مخططاتهم ومشاريعهم من ناحية فنية بتضاءل نسبة الإلهام والقدرة على الابتكار الفني في شتى المجالات وبتستغرق فترة تراجع كوكب نبتون هاي المرة أو في هذا التراجع حوالي خمس أشهر وست أيام هو عادة بيتراوح ما بين يعني خمس أشهر وخمس أيام ست أيام لعشر أيام تقريبا بيزيد أو بيقل على حسب سرعة تحرك كوكب نبتون أما بالنسبة للزاوية اللي رح تكون ذروتها يوم الغد اللي هو السبت ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات مغرب يوم الجمعة وبتستمر حتى عصر يوم السبت هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين زحل من واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب منها أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وبتجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعنادة والميل للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحلي للغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هدول اللي بصيروا أكثر حساسية طبعا إحنا بدأنا الآن في مرحلة انحسار المكتمل القمر بده يصير بدر فهذه الفترة نقدر نحكي إنها جيدة للحجامة يعني هاي اليوم لخمس أيام قادمة جيدة للحجامة للعمليات الجراحية إذا كانت اضطرارية جدا أن ننصح فيها ولكن بسبب اكتمال القمر لأنه بصير فيه عرضة للنزيف فعشان هيك اللي بأخذوا مميعات بدهم يكونوا حذرين ما فيه أي مشاكل للعمليات الصغرى أو إنه يكونوا حذرين أو متيقضين للأمور المميعات هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن ما بنصح بها قصوصا الجراحة يعني الحقن ممكن وأيضا يعني لو نصبر لها بكرة بيكون أفضل برضو لا يصلح لإزالة الشعر بالليزر بالطرق التقليدية ما فيه أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي لا يصلح للحنة لا يصلح للصبغ يصلح للحنة ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج القوس خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة 31 دقيقة بعد ظهر يوم الأحد وبيستمر حتى تمام الساعة 5.19 دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 12 يوم في تمام الساعة 51 دقيقة بعد الظهر بصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة الآن بتوصل لـ 92% يعني في آخر يوم الجمعة لو نظرنا للقمر من لايه نسبته 92% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة اليوم سعيدة بنسبة 100% القمر في العقرب بدي انتقل لبرج القوس ورح يظل في القوس ليوم 2 سبعة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 10% عطارة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أرى نصف الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا يا ريت اللي وصلوا معنا لهون ما حطوا لايك وديس لايك وكومنت وشير والكبسات اللي تحت انه تكبسوا عليهم وثاني اشي موضوع انه انا ذكرت انه يعني من قول تبرع وما حدا بتبرع ومش عارف يا عمي انا ما بدي حدا يتبرع ولكن في بعض الاشخاص بيبعثوا اللي بقولي اللي غير هاي الموقع وحطنوا موقع تاني احنا معناش نتبرع لكل البيبال احنا على مش عارف ايش على البرنامج الفلاني نروح من شغل البرنامج الفلاني وبعدين يعني الموضوع صار مزعج فأنا لا بدي حدا يتبرع ولا بدي حدا يدعم مبارك الله فيكم اسمع الحلقة بس وحطوا اللايك ويخلف عليكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل الأجواء تقريبا لأنه زي ما حكينا القمر موجود في مكان بيعطي نوع من أنواع التركيز على الوضع المالي بظل في نوع من أنواع الدبلوماسية عندك قدرة على التفاوض لكن زي ما حكينا بدون عصبية وبدون انفعالات تركيزك رح يظل على الأموال المشتركة مكاسب معاملات حل موضوع مالي قديم مطالبة بالحقوق أشياء من هذا القبيل أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بتنشطوا بطاقة عالية جدا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء بتصير إيجابية حتى على المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما عشان هيك الطاقة ما زالت ضعيفة في بعض التقلبات الموجودة ولكن الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي كل ما اقتربنا لساعات العصر بيظل في هذا الوقت مناسب لعملية تعزيز علاقتكم مع شركائكم أو تقرب من الشركاء العاطفي أو المال ولكن بتكونوا تبعدوا عن الخصام عن المشاكل عن الخلافات بالضبط الأعصاب مطلوب والانتباه للصحة مطلوب أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بصير في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنكم تنجزوا واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برضو فترة ما في داعي للمغامرات المالية والمصريف لزيادة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر بلش في مراحل مقابلتكم هو الآن في البيت السادس سبدي ينتقل لمقابلتكم تماما بعد ساعات العصر بظل في تركيز على أمور لها علاقة بالعمل علاقاتكم مع زملائكم إنجاز بعض الأعمال أو خلاف أو سوء تفاهم أو الاهتمام بأحد زملائكم أهم شي برضو تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه أما من ساعات العصر فهنا القمر بيصير مقابلك تماما فبتكونوا يعني أكثر تفاهما أثناء التعامل مع شركائكم سواء في المال أو في العاطفة وبتكونوا أكثر تفاهم لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات حاولوا أنكما ضخم الأمور وبرضو بدك تظلك امراعي وضعك الصحي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل الجو مناسب وداعم لإلك على المستوى العاطفي مستوى الحوارات والنقاشات بعض الحضوض بتدعمك ممكن يكون لك اهتمام بأحد الأبناء أو بالتجميل أو بتغيير مظهرك أو بتعزيز العلاقات العاطفية ولكن لا تفرض سلطتك على أحبائك وما تفقد السيطرة على مشاعرك أما من ساعات ما بعد العصر القمر بدو ينتقل للبيت السادس فهنا بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل التركيز على مستوى البيت والعائلة والأمور الشخصية لا تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقراركم بتنهمكوا بحل مسائل عائلية أو شخصية شوي ممكن تكونوا قالقين أو تتذمروا لأقل إشارة عشان هيك يحاول تضبط أعصابك أثناء التعامل مع أفراد العائلة أما من ساعات العصر وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات والأجواب تصير رائعة شيئا ما بتتحسن الأوضاع لصالحك يعني في بعض الأخبار أو بعض الأحداث اللي ممكن تكون برضو ابتدعمك بشكل جيد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم عندك نشاط عالي جدا بظل في مجال الاتصالات والحوارات والتنقلات والسفريات القصيرة ولكن زي ما حكينا دون انتقاد ودون عصبية وانتبهوا أثناء تنقلاتكم اليوم بتقوموا بالمفاوضات حتيثة ومفيدة حبروا عن آراءكم وفاوضوا بجراءة وما زلتم بتتمتعوا بسرعة خاطر وسرعة بديهة عالية والقدرة على إيجاد الحلول أما من ساعات العصر فهنا التركيز رح يصير على أموركم البيتية والعائلية بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية أو بتهتموا بالمسائل إلها علاقة بالعقار أو بالسكن ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس أكثر فأكثر اليوم بيظل في نوع من أنواع الاهتمام على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم ولكن بدكو تنتبهوا من المحتالين ومن صرف الفلوس بشكل مبالغ فيه انتبهوا أما من ساعات العصر بيصير في عندكو نشاط عالي جدا بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة والحوارات والنقاشات ولكن بدكو تكونوا أكثر وعيا على الطرقات وأثناء حواراتك ونقاشاتكو حاولوا نمات عصبو تفقدوا السيطرة على عصابكم بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا حماستك ونشاطك عالي جدا عندك نوع من أنواع الاستقرار النفسي صار شوي رغم أنه بعض الهواجس أو التقلبات أو التوتر الموجود إلا أنه نفسيا أنت أحسن معنوياتك أحسن وطاقتك أحسن في ساعات العصر تتحسن الأجواء بشكل أكبر تنهمكو في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة بعضكو ممكن يحصل على بعض المكاسب أو يعني دعم مالي بشكل مفاجئ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدكو تبعدوا عن المغامرات والريهان عن الحض ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شيء أنكم أتجازفوا بسلامتكم بتظل فترة فارغة من الحضوض لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وبدكو تسيطروا على إنفعالاتكم وتكونوا جاهزين لأي مفاجأة سلبية لغاية ساعة العصر ما هو ما في خطر كبير لأن الخطر كان يوم أمس ولكن بظل في نوع من أنواع الضغوطات على المستوى الصحي والنفسي من ساعات العصر بتتحسن الأجواء وبتبدأ هاي الأحدى الأعراض كلها بتزول بتمتلقوا بعدها بنشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي الفترة شوي بلش يضغط فيها الوضع مش بمصلحتك لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بظل على المستوى الاجتماعي وحواراتكم مع أصدقائكم بتوجه لحضور حفلي أو مناسبي أو تسعدوا من لقاء أصدقائكم بظل موجود ولكن ممكن تتوتر أو يصير مواجهة أو حدية بالتعامل مع أحد المعارف من ساعات العصر خلاص القمر بنتقل وبيصير في بيت المتاعب فعشان هيك رح تدخل لغاية يوم الأحد في فترة غير مريحة بتلزمك الانتباه أكثر لصحتك أهم مش أنك ما توقع على عقد ما تحسن أمر لأنها فترة فارغة من الطاقة وفترة سلبية وقليلة الحظوظ أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدكوا تحافظوا على هدوءكم حاولوا أنكوا ما تعملوا أي مشاكل وما تشوهوا سمعتكم بالتصرفاتكم خلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولين ما تتغيبوا عن أعمالكم اليوم اللي بتقدمه بتلاقي يعني بتعمل بشكل جيد رح تحصد جيد عملت إشي غلط شوهت سمعتك تسرعت خلفت القوانين برضو رح تتعاقب على هذا الأمر في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما تشوه سمعتك من ساعات العصر رح تنشط اجتماعيا وما بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء صديق قديم أو اتصال يعمل لهم نوع من أنواع المفاجآت فعشان هيك هيئ حالك للعلاقات الاجتماعية بشكل جيد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل فيه نوع من أنواع الطاقة والحيوية والتنقل والنشاط والاتصالات والسفاريات الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات والأمور العاطفية الأجواء جيدة ودعمة بشكل قوي جدا بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن تتلقى إشارة أو خبر صار خلال هذا اليوم أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكو تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتظل الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكو تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء ما في داعي لأي مجازفات خلال ساعات ما بعد العصر لأن القمر رح يكون موجود في بيت السمعة فحافظ على سمعتك طبعا يا ريث اللي برضو ما حط اللايك أو الديسلايك أو الكومنت أو الشير أو المير والفير والمش عارف إيش والهدولة كله يعملوا طبعا إلا كبستين الدعم والتبرع هدولة محدش يكبس عليهم خلص بطلنا بدناش لا هاي ولا هاي الله يرضى عليكم بس حطونا لايك وكومنت هيك حلوات حتى لو يعني دعاء بفي بالغرض هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء